تركيا لديها فائض من العملة الصعبة 116 مليار دولار في البنك المركزي مخزون احتياطي قوي بالمعلومية أمريكا لديها الآن فائض من الدولارات 118 مليار دولار فقط القضية هي كيف أن تكون أنت معتمد على مدخرات وأن تكون لديك هناك قوة اقتصادية تستطيع أن تقوم بهذه المشاريع الجبارة لذلك استهداف تركيا من الدول الكبرى لأن تركيا ستحل محل أحد هذه الدول إذا أردت أن تدخل نادي العشر الأقوى اقتصاديا سيكون على حساب دولة أخرى ربما ألمانيا وربما أمريكا وربما دولة أخرى وبالتالي تركيا تهدف أن تستمر في هذه الحملة على حملة المشاريع الجبارة المشاريع العملاقة لدينا مشروع ما يسمى لأول مرة تركيا ستدخل نادي ما يسمى توليد الطاقة النووية السلمية وهو من خلال مشروعين مشروع على البحر الأسود بشراكة مع روسيا في مدينة سينوب البحر الأسود بكلفة 22 مليار دولار ومشروع آخر على البحر المتوسط في مدينة مرسين وسينتهي العمل في هذين المشروعين في عام 2023 هذا رح يزعجم جدا تركيا اقتصادها يرتبط ارتباط أساسي 87% من قوة تركيا يعتمد على استيراد الطاقة عندما تتمكن تركيا من توليد الطاقة بشكل ذاتي فستكون طبعا قد قفزت مراحل كبيرة جدا وبالتالي هناك استعداء واضح وهناك استهداف واضح يجب أن لا تستمر هذه المشاريع وبالتالي يجب أن لا تستمر هذه الحكومة وهذا يفسر لماذا هناك كان دعم معلن وواضح لجماعة الانقلابيين في محاولة الانقلاب الفاشلة ولماذا صار أصبح من ذلك استهداف وشيطرة تركيا واردوان بعد إفشال محاولة الانقلاب الفاشلة إذن الصورة هي الحرب الاقتصادية على تركيا لإعاقة نمو تركيا وسأتكلم بالأرقام قبل مجيء حزب عدالة والتنمية عام 2002 كانت نسبة نمو تركيا النمو ناقص 9.8% ما في نمو انكماش في أول خمس سنوات ارتفعت هذه النسبة لتصل 10.1% الآن نتكلم بعد مرور أكثر من 15 عام أو 16 عام الآن نسبة النمو وسطيا 5.1% وتعتبر هذه أفضل دولة نمو في أوروبا مجتمعة تركيا رقم واحد وثالث أكثر دولة نسبة نمو بعد الهند والصين ما شاء الله طيب احنا قلنا وأشرت إلى قضية الخزينة يعني سوى التوتر رصيد الخزينة التركية عمل توتر للدول الراصدة بينما خزاء كثيرة في الإقليم أنت ترى كيف استهلكت بالحروب الداخلية وبالفتن بين الدول نفسة التي تملك أرصدها كبيرة طبعا لابد أن نقول بأن قضعة أهداف وخطط لكيفية تنمية هذا المخزون الاستراتيجي القومي سواء كان من العملات الصعبة أو الذهب وكان من أهم هذه السياسة الاستراتيجية هو الانفتاح على الآخر تشجيع الاستثمار داخل تركيا تشجيع المستثمر الأجنبي الذي يأتي من الخارج وبالتالي تمسن قوانين من أهم هذه القوانين هو السماح للتملك العقاري السماح لتأسي الشركات الأجنبية وغيرها